أهلا بكم. نستمر مع Next.js وقبل البدء بهذا الدرس أود التنوي على عدة نقاط. النقطة الأولى أن في صفحة المسار أنا قمت بتقسيم المسار لنقطتين أو لجزئيتين هنا أو لقسمين حاليا. حاليا الآن هو قسمين. الجزء الأول هو ربط Next.js مع سترابي وجعل Next.js تعمل أو جعل المشروع يعمل من الناحية الوظيفية. أما الجزء الثاني الذي بدأنا به قبل عدة فيديوهات وهو فكرته أن نريد أن نجعل الموقع يعمل من جهة الكلاينت بشكل جيد. وهذا يتضمن الشكل وأيضا يتضمن موضوع اليوم وهو وهذه الأمور الذي ستحدث عنها اليوم. فهنا بالجزء الثاني ستجدون هذه الخطوات التجميلية وأيضا الموضوع وتحقق منصح البيانات المدخلة. أما الموضوع الثاني فهو أن في القناة إذا ذهبتم لتبويب المنشورات هناك منشور خاص ب Next.js فقط خاص بمتابعي Next.js الذين هم أنتم. فيمكنكم نذهب إلى هناك وإبداء الرأي والنظر بالتحديثات المستمرة التي أضيفها لهذا المنشور فأنت تذهب إلى هناك تعلق إذا كان عندك سؤال إذا كانت عندك صعوبة ما فأنا سأنظر إلى هذه التعليقات وأقوم بربما تعديل المسار بناء على رأيك. أو مثلا إنشاء فيديو بناء على يعني رأيك أو تعليقك أو سؤالك لأنه يهمني المتابع الذي يتابع معي دائما ويدرس المسارات بشغف وفعلا بصدق. فيهمني رأيك فذهب وشارك ليس ضروري رأيي ربما سؤال أو استفسار يمكنك وضعه هنا في هذا المنشور وأنا سأطلع عليه. فهذا هو الموضوع. أما موضوع اليوم فمقدمة الدرس هو أننا سنبدأ بشيء اسمه validation. فالطريقة التي سنبدأ بها بالعمل هو أننا سنقوم بداية سنقوم بتوضيح ماذا يعني validation بأول نقطة. وثم سنقوم بتطبيق validation على form تسجيل الدخول وثم على form إنشاء الحساب وثم على form إضافة وصفة. فهذا لدينا ثلاثة نماذج نريد أن نطبق عليها validation. فإذا لنبدأ فكما قلت أن النقطة الأولى هي شرح عن validation فإذا ما هو validation ولماذا نحتاج وهذه الأمور يعني. فبداية نعيد الموضوع كالسابق أو نعيد الفكرة كالسابق أو شرح الصورة الكاملة. لدينا هنا التي هي next.js وفي حالتنا ولشرح اليوم الفرونت اند هنا الموجود هنا من جهة الكلاينت سيكون هو عبارة عن الفورم. الفورم الذي مثلا تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب. فإضلا نفترض أنه فورم إنشاء الحساب. فأنا طبق من الشخص بريد إكتروني اسم المستخدم كلمة المرور. هذا الشيء موجود في front.js من جهة الكلاينت. هذا الفورم يعمل من جهة المتصفح ويظهر في جهة المتصفح. وبعد تابعة هذا الفورم من المعلومات يجب أن أرسل هذه المعلومات تنشاء الحساب للباك اند التي في حالتنا هي سترابي. وفي القسم السابق قمنا بإرسال request لسترابي للباك اند وقلنا له أنشئ حساب. فإذن register. وأرسلنا له المعلومات التي أدخلها أو البيانات التي وضعها الشخص من هنا. فإذن زائد data. فإذن قلنا له هذا نريد register user وهذه هي المعلومات يا باك اند. فعليا نحن هنا عملنا بالنية الحسنة أن الشخص الذي سيسجل الحساب أو سينشئ الحساب. هذا الشخص سيدخل معلومات مئة بالمئة صحيحة وهو يفهم ماذا يدخل وسيدخل. بكل بساطة يعني سيدخل مثلا هنا email لن يدخل شيء آخر. سيدخل هنا وأقصد بشيء آخر يعني أن يدخل رقب مثلا. أو لن يدخل كلمة سيدخل email يعني مثلا الذي فيه كلمة الذي فيه كاريكتر آت وفيه كاريكتر دوت. يعني كل email فيه آت وفيه دوت. فهو سيدخله بالشكل الصحيح. سيدخل اسم المستقدم أيضا لن يدخل رقم مثلا سيدخل string. بالنسبة لكلمة المرور سيدخلها أيضا بالشكل الصحيح. وسأقوم بإرسال ذلك إلى الback. فالذي سيحدث هنا أن هذه ليست الحالة الطبيعية. بالعكس هي الحالة ربما تكون الشاذة لأن أغلب الناس لا يعرف ماذا يدخل. لا يعرف كيف يدخل البيانات في الحقول المختلفة. فربما يدخل هنا شيء آخر غير صحيح. ليس فقط الناس الذين فعليا لا يعرفون أو المستخدمين الذين فعليا لا يعرفون ماذا يدخلون. هناك الأشخاص يعني الذين يحاولون التخريب. فهؤلاء يمكن أن يرسلوا هنا كاريكتر ضارة. وأنا بكل بساطة أنا أقوم بجمع كل ما أدخله المستخدم بنية طيبة وأرسله للback end. والback end عليها أن تتعامل معهم. فإذا كانت الback end فيها طريقة للتعامل مع هذه الديتا. فبكل بساطة الback end ستتحقق من هذه الديتا. وتقوم بتحقق من صحتها وتنظيفها وثم حفظها بقاعدة البيانات. لأن بالنهاية هذه الديتا التي لدي الموجودة هنا يجب أن تذهب لقاعدة بيانات. فإذا هنا هذه الback end بالنهاية ستتصل مع قاعدة بيانات وتحفظ بها المعلومات. والمصيبة الأكبر أن عندما ال front end لا تقوم بأي تحقق من البيانات ترسل البيانات كما هي للback end والback end أيضا لا تحقق بها وتحفظها بقاعدة البيانات وبقاعدة البيانات يصبح لدينا طبعا لا يوجد أي تحقق من جهة قاعدة البيانات أيضا فسيصبح لدينا قاعدة بيانات مليئة بالبيانات التي قد تكون ضارة. وهناك احتمال كبير أن تكون ضارة. هذا هو يعني أكبر مصيبة ستكون بالنهاية لأن عليك أن تنظف قاعدة البيانات عندما يحصل هذا الموضوع وسيكون عمل يعني تحتاج الكثير من الخطوات والدقة للقيام به فصل البيانات الصحيحة عن البيانات الضارة أو البيانات الغير صحيحة. فلماذا أنا يعني أدخل في مثل هذا الموضوع؟ لماذا أدخل في مثل هذه الدوامة؟ فيمكن أن أقوم بشيء ما هو أن دعنا نختار هنا مثلا عندما يدخل الشخص يدخل الشخص البيانات هنا يعني بمعنى آخر يدخلها هنا فأنا سأتحقق منها سأتحقق منها بكل بساطة وهنا سأقوم بشيء اسمه تحقق من الصحة الذي اسمه validation فإذن الvalidation سأقوم به هنا قبل الإرسال أصلا سأقوم بvalidation هنا على جهة الكلاينت من البراؤزر جيد؟ وبعد قليل سأقول ماذا يعني validation بدقة لكن هنا سأتحقق من الصحة البيانات من هنا وإذا كانت صحيحة بالنسبة لي من هذه الجهة سأرسل طلب للback end غير ذلك إذا كانت خاطئة لن أرسل فإذاً don't send أصلا وهذا الشيء فعلياً يساعد كثيراً لأن بالنهاية أنا لا أذهب وأطلب من الback end دائماً طلبات مثلاً register users وأنا أعرف أن هذه الطلبات أغلبها خاطئة فلا أثقل الback end بطلبات خاطئة فهنا أيضاً يوجد بها نوع من إدارة الperformance أو optimized performance أن إذا كان شيء خاطئ لا أرسله بالأصل ولا أتعب الback end بهذا الموضوع طيب فإذاً هذا الشيء الذي سنعمل عليه اليوم هو الvalidation من هذه الجهة لكن سأكمل قصة الvalidation فأيضاً يجب عندما اتصل ال data للback end هنا يفترض أيضاً الback end تقوم بvalidation من نوع آخر أيضاً تقوم نفس تقريباً نفس الخطوات تقوم بها هنا وتتأكد منها وماذا تفعل؟ تتحقق هل هذه الأمور صحيحة أم لا؟ وثم ترسلها للdatabase وعندما يتم حفظها بالdatabase أيضاً الdatabase ستقوم يعني يفضل وهذا الشيء الصحيح هو أن الdatabase أيضاً فيها شروط لحفظ هذه المعلومات وبالتالي الdatabase أيضاً لديها نوع من الvalidation فذا نلاحظوا فإذاً البيانات سيرة مصار البيانات أنها في كل خطوة تأتي بها يتم تحقق من صحتها إذا صحيحة ننتقل الخطوة التالية إذا كانت غير صحيحة لا ننتقل الخطوة التالية جيد؟ فذاً هذا موضوع هذه قصة الvalidation أو دعونا نقول سيرة حياة الvalidation والآن قد تسأل نفسك وتقول طيب جميل جداً لكن ماذا يعني الvalidation؟ تحققتي من الصحة لكن ماذا يعني تحقق من الصحة؟ فإذا سؤال جداً يعني valid سؤال جداً صحيح يجب أن نعرف ماذا يعني validation فبكل بساطة الvalidation يعني مثلاً إذا قام الشخص مثلاً هنا لم يدخل أي شيء وقام بإنشاء حساب فعلياً سيتم إرسال هذا الطلب للback end وجاءتني الرسالة الموجودة هنا هي رسالة من الback end فإذا هذا validation للback end وليس validation للfront end فأنا أرسل الطلب وأنا فعلياً لم أكتب أي شيء هنا واستطعت أن أصل للback end هذا خطأ فالشيء الأول الذي يمكن أن أتحقق منه هو أنني لا أرسل قيم فارغة فإذا أول قطوة من الvalidation أن إذا كانت القيمة required فأنا أريد تحقق أنها required فإذا required يعني not empty وrequired يعني مرة أخرى مطلوبة فأنا يجب أن ندخل بريد إلكتروني يجب أن ندخل إسم مستخدم يجب أن ندخل كلمة مرور not empty يعني ليست عبارة عن empty string ليس فيها أي شيء فإذا هذه أول نقطة من الvalidation النقطة الثانية عندما أنا أدخل كلمة المرور يجب كلمة المرور أن تكون عبارة عن ثمانية محارف على سبيل المثال فمثلاً لو ذهبنا إلى straby هنا وإلى user وcreate new entry هنا لاحظوا سيقول أن المنموم character للpassword هنا هي 6 محارف هذا بخصوص straby هذا بخصوص back end validation فإذا استرابي قررت أنها تريد أن الpassword أن تكون أكبر من 6 character أو يعني طول الpassword عند محارف الpassword أكبر من 6 فبالتالي هنا الخطة الثانية من الvalidation required أدخل القيمة لكن لم يدخل بعدد محارفها الصحيح فالخطوة الثانية هي أن نتأكد أن المين لينث لهذا والماكس لينث هو فعلياً المطلوب مثلاً عندما نحن نريد أن نضيف نضيف recipe ونريد إضافة مثلاً عنوان recipe لا أريد عنوان recipe أن يكون مثلاً كما نقول جريدة يعني عنوان recipe أن يكون جريدة يعني صحيفة يعني طويل جداً لا نريد أن يكون ذلك نريد أن يكون مثلاً 60 character فلن نقبل مثلاً 80 character للعنوان فالقيمة الصالحة بالتالي للعنوان ستكون ما بين مثلاً 5 character وبين 60 character فهذه الخطوة رقم اثنين بالvalidation نتحقق من طول هل هو صحيح أم غير صحيح هل هو كما المطلوب أم غير المطلوب النوضوع الثالث بالvalidation نتحقق من type كيف؟ ماذا يعني type؟ يعني هنا بإنشاء حساب هذا email لا يمكن أن يدخل string عادي هو أدخل string وأدخل string بالقيمة المطلوبة لكن لم يدخل email كنوع data فهو يجب أن يدخل هنا data صحيحة بadd recipe كانت هناك قيم لمدة الطهي ومدة التحذير هذه القيم يجب أن تكون number فأنا يجب أن أتحقق هل هذه number هل هذه لا يمكن مثلاً أن يكتب مدة الطهي مثلاً مثلاً يكتب string يكتب مثلاً عشرون عشرون يكتب عشرون بالأحرف يعني عشرون فلا يمكن لن يفهمها السيستم فأنا أحتاج أن يكتب عشرين يعني رقمي يعني رقم اثنان صفر بجانب بعضها بطريق بشكل رقمي فهذا الشيء المستخدم ربما لن يعرفه ربما يذهب ويدخل عفواً ربما يذهب المستخدم ويدخل بمكان مدة الطهي عشرين كتاب لكن أنا أريد أن أقول له لا انتبه أريد أن تدخل عشرين كرقم بوقت ذلك سيتنبه المستخدم وسيدخل القيمة الصحيحة فإذاً بشكل عام هذا هي أساس ثلاثة أسس من ثلاثة أمور يجب أن نتحقق منها من يعني يعني مرة أخرى سأكتب هنا جيد فأنت تتحقق من النوع البيانات المطلوب فهذا الشيء الذي تحدثنا عنه يعني خطوة معينة والآن سأتحدث عن موضوع آخر والآن سأتحدث عن مفهوم آخر أيضاً من ناحية تنظيف البيانات ومن ناحية تأكد من صحة البيانات فكما قلت بالكلمة الأولى أو الكلمة الثانية قلت تأكد من صحة البيانات تأكد من صحة يعني يعني الثلاثة نقاط التي ذكرتها قبل قليل هناك شيء اسمه تنظيف البيانات قبل الإدخال الذي هو وهذا التنظيف يعني الآن سأخبركم ماذا يعني تنظيف يعني مثلاً أنا أدخلت اسم المستخدم هنا اسمه علي فيمكن أن أكتب علي إذا كنت إنسان طبيعي يعني أكتب علي هكذا وأنطقل الحقل الذي يليه لكن ربع المستخدم يخطئ و يعني مثلاً يكتب مثلاً space 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 وثم علي ويكتب ثم space space فأذن فلماذا يعني أنا أقبل هذه القيام من المستخدم مرة أخرى بحسنية أو ب أقول سأقبلها المستخد اسم المستخدم فيه spaces لا لا يجب أن يكون اسم المستخدم فيه spaces أصلاً فيجب أن أقوم بتنظيف هذا هذه spaces أدخلها المستخدم بشكل يعني هو أدخلها فأنا عليك متطور أن أنظف أن أنظف هذه القيمة حتى أبقيها علي فقط فالطريقة هنا هو أن أقوم بترم يعني أقوم بترم الفراغ القبل والترم فراغ بعد وأرسل للباك إد علي فقط لا أرسلها مع فراغات جيد فإذن هذه هي فكرة أيضاً تنظيف أيضاً ربما أنا أكتب علي ربما أكتب لاحظوا سأكتب وأكتب سكريبت طبعاً أنا الآن لست الشخص يعني نيتي طيبة أنا نيتي ليست طيبة الآن فأنا أكتب سكريبت جابا سكريبت هنا وأكتب علي وسأقلق السكريبت فأنا لست نيتي طيبة هنا ولكن أنا كمطور أنا كمستخدم أدخلت شيء بنية غير طيبة لكن أنا كمطور استقبلت بنية طيبة لماذا؟ فعلي أنا أقوم بالتنظيف مرة أخرى والتنظيف يعني أن يجب أن أتخلص من هذه السكريبت وأيضاً أتخلص من هذه الأقواس يجب أن أتخلص منها فإذا أدخل هذه القيمة المستخدم أنا سأقبلها لكن سأنظفها قبل أن أرسلها للباك أد هذه العملية اسمها يعني تنظيف أو تطهير من من آخر فمرة أخرى بالنسبة لهنا بالنسبة للمخطط الجميل الخاص بنا فلاحظوا هنا أنا قمت بتحاقق من صحتها وكانت صحتها صحيحة بخصوص المين لينت والماكس لينت وأدخلها المستخدم وأيضاً كانت تايب صحيح لكن فيها سكريبت ضار مثلاً فهنا علي أن أقوم بعملية أيضاً أتحقق من الصحة عفواً أتحقق من الصحة وأيضاً أن أنظف البيانات وأرسلها إلى هنا إلى الباك أد منظفة وجميلة الباك أد أيضاً يفترض أن تقوم أيضاً بعملية مرة أخرى وتنظف من جهتها بحيث إذا تسربت نوع من البيانات بشكل أو بآخر بشكل يعني بحسنية كما نقول أو بنية شريرة تسربت بيانات غير نظيفة للباك أند الباك أند ستنظفها قبل أن تحفظها بقاعدة البيانات المهم 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 هو أن البيانات تصل إلى هنا بقاعدة البيانات نظيفة ومتحقق من صحتها ولا يوجد أي شيء شريض أو أي شيء خاطئ أو أي شيء ضار بقاعدة البيانات البيانات هي أغلى ما نملك يعني هذه ليست مهمة هذه ليست مهمة ليست مهمة هذه مهمة جداً فأنا بالنهاية أحتاج أن أهتم بهذه النقطة بقاعدة البيانات أن أرسل لها دائماً أشياء صحيحة ونظيفة واضح فإذا هذا فقط فإذا انتهينا الآن من انتهينا من شرح المقدمة عن هذا المواطيع الآن سنبدأ بالتطبيق والتطبيق سنبدأه مع التسجيل الدخول مثلاً فإذا نبدأ مع هذا تعالح قال في تعالف